المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن موضوع هو من الأهمية بما كان أحب أن تكلم في واحد المسألة واقعة في مجتمعنا ولا بد علينا من النصح والإرشاد والهداية حتى نتنبه لأمرنا إذا ربي تعالى سبحانه قدر الطلاق بين الزوجين لم يمشتش الأمور تعذر الحال فوقع الطلاق فذهب الرجل لحاله وذهبت المرأة لحالها لكن بنتهم أولاد والأولاد هذا غالبا ما تأخذهم الأم بحكم الحضانة يعني كثير هي الأحوال قليل وين الأب هو ليدي الأبناء والبنات الغالب الأعم تديهم الأم اللي هي الزوجة وبعد ما تديهم يصيروا تحت الكفالة والحضان انتحى الواجب الواجب على الأب ألا يتخلى عن أبنائه وبناته بعد الطلاق من الزيارة ومن التأذيب ومن الإنفاق نحن رهي تجينا رسائل وجينا شكاوى من الزوجات بعد الطلاق كثير هو السؤال ما حكم من يتخلى عن النفاقة ما ينفقش على أولاده بعد الطلاق يا الأخ الكريم ننبهك أن هذوك أولادك قبل الطلاق وهم أولادك بعد الطلاق والنفاقة عليهم المصروف انتحهم في مأكلهم ومشربهم وتعليمهم وما يحتاجونه هذا من الأمور العينية وش معنتها من الأمور العينية يعني من الأمور اللي فرضها رب العالمين عليك ما دام أولادك وتتق الله سبحانه وتعالى فيهم قدر استطاعتك وهناك كثير من الأسباب اللي خلات المرأة تخرج لتتسول المرأة المطلقة تخرج ما ترحش للحي انتاحها تخرج إلى أحياء أخرى تمد يدها وكنت أنت السبب الذي أوقعتها في هذا الذل وهذه الإهانة ألا تتق الله النفقة النفقة الإنسان يثاب عليها ربي يعطيك الأجر ويعطيك السواب على النفقة إذا أنفقت على على مسكين أو أنفقت على يتيم أو أنفقت مبلغا لتحرير رقبة فهذا تثاب عليه لكن النفقة في الأهل هي أعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى ومكش حاجة تسويها النفقة على الأهل النفقة على أولادك فاتقوا الله معاشر المسلمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك على زوجتك التي صارت مطلقة لاحق نفقة وعلى أولادك ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا أكبرها ثوابا الذي أنفقته على أهلك من الإثم العظيم عند الله عز وجل أن يتخلى الرجل على أولاده معليش طلق وقع ويمشات لحالها لكن هذا كيبقى أولادك وراهم سميين بالإثم انتاعك وينسبون إليك الدفتر العائل باسمك أنت أولاد فلان فكيف تتخلى عنهم؟ طيب الأم انتا حمهيش مليحة على قولك أنت لكن هؤلاء ما ذنبهم عند الله سبحانه وتعالى ويعظم الأمر إذا رب عم عليك فتزوجت بمرأة أخرى وأنجبت منها فإنك تنفق على الأولاد اللي هم من الزوجة الثانية وتخليت عن أبنائك وبناتك من المطلقة من المرأة المطلقة فأين هو العدل الذي أمرت به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أولادكم فإذا كنت تنفق على هؤلاء وتمنع هؤلاء قد ضيعت العدل الذي أمرك الله به سبحانه وتعالى ثم إن من الإثم العظيم والذنب الكبير أن الإنسان يتخلى ويضيع الذين هم تحت كفالته وتحت مسؤوليته ففي الحديث الصحيح يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كثى بالمرء إثما أي من أعظم الإثم عند الله الذنب الكبير عند ربي سبحانه وتعالى ما هو أن يضيع المرء من يقوت تضيع الناس اللي ربي كلف بالنثقة عليهم فاتقوا الله سبحانه وتعالى وإن من مداخل الشيطان على الإنسان الشيطان يدخل على الإنسان يدخل علينا بمداخل كثيرة أسأل الله أن يتوب علينا وأن يحفظنا وأن يعصمنا من المداخل أن يرغبك في التطوع ويزهدك في أداء الواجب مثلا في الحي قولوا حبينا نجمعوا مال باش نديروا في الحي كذا ولا كذا فتشارك أنت بمالك هذا تطوع فيرغبك الشيطان يرغبك يدفعك إلى التطوع ويزهدك في ماذا؟ ويزهدك فيما أوجب الله عليك سبحانه تبارك وتعالى فلاحظوا هذا الأمر بارك الله فيكم فالنفقة على ضربين نفقة هي من الواجب العيني أي فرض عين عليك أن تنفق على أهلك وبدرجة أخص أن تنفق على أولادك وهناك نفقة من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط سقط عن الآخرين وقد تكون النفقة من باب التطوع فالله يسألنا عن فروض العيني أربي تعالى يسألنا عن الأمانة في فرض العيني فالناس اللي وقع بنتهم الطلاق راني نقول للأزواج نقول للأباء اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم بعد الطلاق في النفقة نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يتوب علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين